السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نكمل الجزء 12 من تخصصات بالتمريد موجودة في أمريكا وبعضها عمرك ما سمعت فيها في واحد سألني طب فيه تمريد للبشر أو لتخصصات الطب البشري هل فيه تمريد للحيوانات أو تمريد بيطري؟ نعم فيه تمريد بيطري في أمريكا بسموه الفيتران نيرسينج عشان تصير ممرض بيطري بتدرس سنتين تكنولوجيا بيطرية وبصير معك دبلوم وبصير معك زمالة التمريد البيطري بعد ما تتخرج من الكلية فيه امتحان اسمه ناشنال فيتيرنري تكنيشن إكزام يعني أنت بتصير تقني أو مساعد طبيب بيطري معظم الولايات بتطلب منك أنك تحصل على ترخيص رسمي لممارسة المهنة هذا الترخيص باعتمد على اجتياز الامتحان اللي قلنا عنه الـ VTNE بالإضافة إلى استفاء متطلبات الولاية المحددة رح يطلب منك تدفع فلوس رح يطلب منك تعمل امتحانات وهكذا عشان يتجدد الرخصة كل سنة لازم تأخذ عدد معين من الدورات بيختلف من ولاية إلى الثانية طبعا بما أنه دار السنتين الرواتب مش كثير يعني رح تكون ما بين 30 إلى 45 ألف دولار في السنة طبعا هذا كمبتدأ أول هو شوي شوي بتزيد الرواتب ممكن يكون أعلى بالمدن الكبرى أو بالمناطق اللي فيها نقص في الممرضين البيطريين الناس اللي بيكون فني بيطري أو ممرض بيطري وعنده خبرة أو بيشتغل في تخصصات متقدمة مثل طب الطوارئ البيطري أو تخدير الحيوانات مثلا ممكن يكسب 50 ألف دولار سنوي أو أكثر التخصص اللي بعده اللي هو تمريض الأمراض الجلدية أو الديرماتولوجي نيرس هذا الممرض بيكون متخصص في أمراض الجلد مثل الصدفية حب الشباب سرطان الجلد إلى آخره بطلبوا منك دبلوم أو باكالوريوس وبتكونوا مخلص الإنكليكس وبتأخذ خبرة بتمريض الجلدية لأنه هذا يعتبر ميزة مش شرط البعض بكمل ماجستير تمريض جلدية أو بأخذ فيها دورات مع أنه إشي مش أساسي بعدها بتشتاز امتحان بأعقدوه الديرماتولوجي نيرسينك سيرتيفيكيشن بورد المجلس الأعلى لممرضين الجلدية وبتأخذ رخصة ديرماتولوجي سيرتيفايد نيرس يعني ممرض جلدية مرخص وقبل هذا الامتحان لازم يكون عندك خبرة سنتين في التمريض منها 2000 ساعة خبرة بالجلدية 2000 ساعة تقريبا 13-14 شهر لتجديد الرخصة يجب أن تأخذ 45 ساعة كل ثلاث سنوات ويجب أن تكمل العمل في قسم جلدية لفترة معينة تختلف من ولاية لأخرى يعني لو روحت على قسم ثاني غير الجلدية ما بتجدد الرخصة أحد الزملاء قال لي اتكلم عن البرفيوجين كارديك نيرس أو البرفيوجينست أنا بقول لك شو القصة في عمليات القلب خصوصا عمليات القلب المفتوح بفكوا القلب تبع البني آدم بشيلوا عنه الشرايين الرئيسية وبوصلوها على مكينة بتضخ الدم وبترجع بترجعوا للقلب مكان القلب إلى أن تنتهي العملية هذه المكينة بسموها اللونج هارت ماشين اللي هي تقوم مكان القلب في العملية إلى أن تنتهي العملية ممرض مختص بهاي المكينة بسموه البرفيوجينست أو الكارديك بيرفيوجين نيرس رح يطلبوا منك عشان تختص بهاي المكينة بس بكالوريس تمريض تدريب وتخصص في هذا الجهاز بالذات هذا البرنامج يستمر لمدة سنة أو سنتين وهو معتمد من اللي هو مجلس اعتماد المهنة الطبية المساعدة بعدها رح تجتاز عدد من الامتحانات اللي بعملوها American Board of Cardiovascular Perfusion اللي هو المجلس الأمريكي اللي ترويت القلب والشرايين مثل في امتحان اسمه Perfusion Basic Science Exam في امتحان اسمه Clinical Application in Perfusion Examination مثلاً ولازم تشتغل من 75 إلى 100 مريض عمليات قلب تحت اشراف مدرب متخصص بالPerfusion وبعدها بتأخذ رخصة Certified Clinical Perfusionist هذا هو الترخيص الأساسي مطلوب من أغلب الولايات بعض الولايات لازم تأخذ رخصة من الولايات غير رخصة من الدولة يعني رخصة State ورخصة Federal لتجديد هاي الرخصة لازم تأخذ 40 ساعة دورات كل ثلاث سنوات ولازم تشتغل 40 عملية قلب كل سنة ويتم إرسال تقرير مفصل بكل عملية وشو عملت فيها إلى American Board of Cardiovascular Perfusion مع طبيب العيون ممكن يشتغل ممرض عيون الأوفثالمولوجي نيرس بطلبه منك عشان تختص في تمريض العيون دبلوم أو باكالورس بعدها تنجح بالإنكليكس باثي خبرة معينة مطلوبة مع أنه الخبرة بالباطن والجراحة أو قسم العيون مفضلة والبعض بتدرب عليها بمجرد التعيين في قسم العيون بعديها رح تشتاز امتحان اللي هو المجلس الوطني لترخيص ممرضين العيون وتعطيك رخصة كSertified Registered Nurse in Ophthalmology يعني ممرض عيون مرخص قابليها لازم تأخذ خبرة سنتين في التمريض منهم 4000 ساعة خبرة بالعيون خلال آخر خمس سنوات على فكرة هاي الرخصة أصلا مش إجبارية لكنها نيزة إلك لتجديد هاي الرخصة لازم تأخذ 30 ساعة كل خمس سنوات ولازم تظلك تشتغل في قسم عيون لفترة معينة تختلف من ولاية لثانية أبو يوسف طب في تخصصات في الطب لها ما يناظرها في التمريض هل في أمراض معينة لها تخصص واحد في التمريض؟ نعم مرض الإيدز عفان الله وإياكم فيه إلو تخصص لحاله بالتمريض اسمه إيدز نيرس أو HIV نيرس هل تصدق؟ نعم عشان تتخصص في هذا المرض وانو مش فاهم ليش بدك تتخصص فيه أصلا بطلبه منك دبلوم أو باكالوريس تنجح بالإنكليكس ما في خبرة معينة مطلوبة مع إنه الخبرة بالإنفكشن كنترول أو الأمراض المعدية أو أي إشي ينتقل من إنسانة الثانية هاي مفضلة أو إنك تشتغل مباشرة في قسم أو في مستشفى لا يعالج إلا مرضى الإيدز وخلص بعدها راح تقدم امتحان يعقده الـ HIV نيرسينج سرتيفيكيشن بورد اللي هو مجلس الأعلى لممرضين الإيدز وبتعطيك رخصة اسمها HIV أو AIDS Certified Registered Nurse يعني ممرض إيدز مرخص يا حبيبي على هالسمعة واللي قبلها لازم تأخذ خبرة سنتين بالتمريض يفضل إنها تكون في علاج مرضى الإيدز بالذات ولتجديد الرخصة بدك تأخذ 45 ساعة دورات كل 4 سنوات متعلقة بمرضى الإيدز بالذات بالنسبة للناس اللي بحبوا يشتغلوا مع المعاقين خصوصا الأطفال اللي عندهم إعاقات في تخصص لحال اسمه Developmental Delay Nurse انت اختصاصك المرضى اللي معهم إعاقة جسدية نطقية عقلية حركية أي إعاقة من أي نوع بطلبوا منك دبلوم أو بكلورس تمريض بعدها إنكليكس بعدها رخصة الولاية لا يوجد خبرة معينة مطلوبة مع إنه الخبرة بالأطفال أو بالمعاقين مفضلة فلو معك خبرة بيدياتريك برضو بمشي الحال بعدها راح تقدم امتحان اللي بتعمله البيدياتريك نيرسنج سيرتيفيكيشن بورد اللي هي مدلس تمريض الأطفال وبتعطيك رخصة سيرتيفايد بيدياتريك نيرس أو تجتاز امتحان تاقده أكثر من منظمة وكلهم راح يعطوك رخصة اسمها Developmental Disability Nurse يعني ممرض اختصاص معاقين لتجديد الرخصة لازم تكمل عدد ساعات باختلف من جهلة الثانية حسب مين الجهة اللي أعطتك الرخصة تذكروا لما تكلمنا عن النيرس انتر برونر والكيس مانيجمنت والأشياء هاي في تخصص بشبههم اسمه Health Policy Nurse انت شغلتك أن تشارك في وضع سياسات وقوانين المستشفى والدفاع الهقوق المرضى والتأثير على قوانين الرعاية الصحية مستقبلا يلازم يكون معك باكالوريوس إنكليكس مع أنه مش ضروري إلا أنه البعض بيحصلوا على ماجستير مع التركيز على الـ Public Health أو الـ Health Policy أو الـ Hospital Management لازم تشتغل بالتمريض تركز على الإدارة على الدفاع عن حقوق المرضى أو الـ Patient Advocacy مع أخذ رخصة Certified in Public Health أو ممرض مجتمع عن طريق الـ National Board of Public Health Examiners ما في رخصة محددة اسمها Health Policy Nurse لكن الدرجات الآلية مثل الماجستير والرخص اللي قلتلك عنها قبل شوي تعتبر ميزة ويجب أن تحضر دورات متخصصة بعد كل هذا في الإدارة وفي قوانين الصحة كل سنة عشان تعرف تجدد الرخصة فيه إشي اسمه Rural Nurse يعني ممرض القرى أو ممرض المناطق النائية هذا الممرض يركز على تقديم الرعاية الصحية في القرى والمناطق النائية لازم يكون عندك باكالوريوس، إنكليكس مع أنه مش ضروري إلا أنه البعض يحصل على ماجستير بالتمريض في أي تخصص بالتمريض ويجب أن تحصل قبلها على خبرة ICU أو طوارئ أو Primary Care أو مركز صحي يعني أو عيادات خارجية زائد إذا كان عندك خبرة في مناطق نائية أو قرى هي تعتبر ميزة بالنسبة لك راح تأخذ رخصة اسمها Rural Nurse Certification ممرض مناطق نائية معتمد من American Nurses Credentialing Center اللي بتعطيك رخصة ممرض عيادات خارجية أو Ambulatory Care Nursing لتجديد هذه الرخصة لازم تبقى على اتصال بأحدث التقنيات لعلاج سكان المناطق النائية وخاصة دورات في التليهيلث، دورات في الامرجنسي كير الطوارئ، الكرونيك ديزيز مانيجمنت الأمراض المعضية، الأمراض المزمنة، كل الأشياء هاي بتفيدك في منظمات بتساعدك بالمصادر والدورات والمعارف والكتب وغيره مثل National Rural Health Association لكن هاي ما بتعطيك الرخصة بالنسبة لبنات الأطفال وبنات قسم التوليد في تخصص اسمه Parent Child Nurse يعني أنت بتشتغلي في الأم والطفل لازم يكون معاك باكالورس، إنكليكس، ومع إنه مش ضروري إلا إنه البعض بيكملوا على ماجستير بالتمريد، تمريد أطفال أو تمريد نسائي أو ما شابه أو Family Nursing لازم تكون عندك خبرة تمريد أطفال أو Maternity أو Family Medicine راح تقدمي امتحان يعقده الPediatric Nursing Certification Board مجلس ممرضين الأطفال وبتعطيك رخصة Certified Pediatric Nurse أو امتحان من الNational Certification Corporation اللي هو مجلس إعطاء الرخص وبتعطيك رخصة اسمها Inpatient Obstetric Nursing يعني ممرض التوليد أو امتحان الFamily Nurse Practitioner اللي بتعقده American Nursing Credential Link Center وبتصيري Family Nursing Practitioner يعني زيك زي طبيب الأسرة بتشوفي مرضى وبتفحصيهم بتكتب وصفات وبتفتح عيادة خاصة وكل إشي عشان تجدد هاي الرخصة لازم أن تبقي على اتصال بأحدث التقنيات لعلاج الطفل والمرأة والأسرة وعدد الساعات المطلوب طبعا بيختلف من ولاية للثانية المرة الجاي راح أقولك عن تخصص راح تستغرب إنه موجود أصلا اللي هو ممرض بيعطيه وحدات دم بس هاي شغلته في الحقيقة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس اتأكد إنه موجود أول مش بعضها أو مخصصة عشان يوصلك إشعار كل ما ننزل فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة